في الوقت الذي تستعد فيه قوات الأمن العراقية لسعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش يواصل الجيش العراقي تقدمه شمال شرق مدينة الرمادي حيث شن هجوما واسعا على التنظيم بمنطقة البوذياب وكبد داعش خسائر في الأرواح والعتاد شن الطيران العراقي غارات استهدفت ثلاثة معاقل تابعة لتنظيم داعش في منطقة البوذياب شمال مدينة الرمادي ما أدى إلى القضاء على عشرات المسلحين بينهم واحد من أبرز قيادي التنظيم المدعو أبو عائشة المصلاوي كما تمكن الجهد الهندسي من تفجير عشرات العبوات الناسفة في المنطقة ذاتها يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه قيادة عمليات بغداد تقدمها في جنوبي الفلوجة وأحدثت خسائر في صفوف المسلحين وعتادهم بدوره أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء هادير زيغ أن قواته تسلمت الملف الأمني في مركز مدينة الرمادي وفق خطة أمنية معدة سابقا وأكد أنهم بحاجة إلى فرق عمل هندسية لمعالجة المتفجرات ورفع الأبوات الناسفة والألغام من شوارع مركز المدينة وأوضح قائد شرطة الأنبار أن وزارتين الدفاع والداخلية إضافة إلى تحالف الدولية قد زودوا شرطة المحافظة بعدد من العجلات المصفحة والأسلحة والعتاد للمشاركة في العمليات العسكرية ومسك الأرض بعد تطهير الرمادي بالكامل وأكد أن هذه الأسلحة ستعت دافعا قتاليا ومعنويا للشرطة للاستمرار بالعمليات العسكرية من جهة يأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن هناك خطة لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش لافتا إلى أن تنظيم داعش خسر الزخم الذي كان به مقارنة بالسابق فيما أشار إلى أن أغلب مقاتلي التنظيم في البلاد ليسوا عراقيين اشتركوا في القناة